كيف كن حبايبي اليوم بدعمل انا ويكن طريق التحضير الجنافة بالكاسات او بالاكواب بطريقة كتير سهلة ومبسطة وعن جد كتير كتير روعة وطيبة بهيدا الشكال متل ما شايفين روعة كتير هيدا الطريقة ناشحة 100% وكتير طيبة لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله اول شي موجودة عنا عجينة الجنافة مانا الناعمة منيح خطيتهم شوائد بسم الله نعم نيهم منيح بهيدا الشكل بعد ما نعمتهم حطيتهم بالطنجرة بضيف عليهم حوالي ملعة طعام سمنة فيكن تستبدله السمنة بالزبدة كمان بضيف زيت نباتي هلق منقليون على الغاز بمطر الطنجرة لتحموا بس تحمى الطنجرة بقلبهم تقليب مستمر لتاخد عنا العجينة لون متساوي بس اخدت عجينة الجنافة هيدا اللون هلق منطف الغاز وبحطن بصحم نعم طنجرة حطينا كوبين ومص حليب حلق بحط حوالي ملعة طعام مازهر ملعة طعام سكر ملعتين طعام نشا ملعطان طعام نشا ملعة طعام سكر كمان بضيف زرف كريمة الكريمة المتوفرة عنكم بضيفوها هذه الكريمة بتعطي نكهة كتير طيبة ودسمة للحلو هلأ أبحركم تحريك مستمر على الغاز ليشتاد عن الخليط بس اشتاد عن الخليط بهيدا الشكل هلأ منطف الغاز منحطهم بكاسات أو بأكواب شيل من العجين اللي عملناها وحط بأرض الكاسي وضغط عليهم بهيدا الشكل شي بسيط طريقة جنافة كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة هلأ بحط العجينة على الوجه بعد ما حطينا العجينة هلأ بتركهم على المجلة هلأ يبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أكلا شي ساعة هيدا الجنافة بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ساعة هلأ برش على الوجه فستق حلبي الفستق الحلبي حسب الرغبة قبل التقديم نحط أطار على الوجه هيدا الجنافة السهلة والبسيطة اللي عملتها أنا وياكم بتمنى الطريقة لتعجبكم وتعملوا لايك وشاري للفيديو المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتين وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي أحبابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا